بدأ المستشار الخاص للمرشح الرئاسي الفرنسي فرنسوا فيون جيروم شارتي جولته في لبنان بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة وفي اللقاء جرى تداول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك شارتي انتقل والوفد المرافق إلى عين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري جئت لزيارتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونقلت إليه تحيات الصداقة من السيد فرنسوا فيون هو التشديد على العلاقة المتينة بين فرنسا ولبنان الغالي على قلبه كثيرا وعلى علاقة الرئيس بري الوطيضة بسيد فيون والشعب الفرنسي المقبل على مرحلة انتخابية واستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط مستشار المرشح الرئاسي الفرنسي قبل أن ينتقل الأخير إلى دار الفتوى للقاء المفتي عبداللطيف داريان لتنتهي جولة المستشار الفرنسي بلقاء فريق حملة فيون الانتخابية في لبنان